اشتركوا في القناة اه اه يعني قاعة الاستقبال بالسفارة الاسرائيلية في العاصمة مكسيكو ولا نعلم هل هناك اصابات من عدمه اه هذا يعني اه زي ما انتم شايفين اه يعني اشتعال النار في قاعة الاستقبال بالسفارة الاسرائيلية في العاصمة المكسيكية مكسيكو اه ايضا اه سرايا القدس تنشر اه مشاهد من اسقار طائرة مسيرة اه اسرائيلية من طراز ما فيه كبرو اه في سماء مخيم جبلية شمال القطاع غزة والسيطرة على حطمها يعني اه المدهش في هذا الموضوع ان يكون اه يعني عندهم تقنية عالية للتصوير اثناء وبعد اه اصابة الطائرة دايما انتم شايفين واحد يضرب واحد بيصور وبعد تم اسقاط الطائرة جايب لك الطائرة وهي اه محطمة وده بيدل على اني اه يعني فيه تخطيط وفيه تنفيذ وفيه اه اه دايما انتم شايفين يعني اه الموضوع اه مش سهل يبدو انه تدور جامد كبير جدا في اه الاسلحة وفي اه اه يعني الخطط الاستراتيجية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية واحنا شايفين الطائرة هي مفككة اه اه حتة حتة وهو جايبها ده جايب الملوحة وهو بيركبها تاني وعايز يعمل هندسة عكسية بيشوفوا الحاجات دي ركبة زي زي ما انتم شايفين قدامكم بيعرض اجزاء الطائرة امامكم في الفيديو اه تظاهرة امام البيت الابيض في واشنطن للمطالبة بوقف توسع الحرب الاسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية اه زي ما احنا شايفين تظاهرة كبيرة امام البيت الابيض في اه الولايات المتحدة الامريكية وبيطلبوا ب اه واقف اطلاق النهار ايضا تظاهرة في اه اه مدينة بولونيا الايطالية دعما لفلسطين المتظاهرون زي ما انتم شايفين يتحمون محطة القطار في مدينة بولونيا الايطالية دعما لفلسطين وتنديدا بالحرب المستمرة باقطاع بجزا دي ما احنا شايفين وده مفروض يعني ممنوع اه قطع السجك الاحديدية لكن اه عداد كبيرة جدا زي ما ما انتم شايفين اه تقب على شريط القطار ويرفعون اعلام فلسطين. غالبا اني في احد اه اعضاء مجلس النواب في فرنسا رفع العالم الفلسطيني فتم طرده من البرلمان الفرنسي وخرج لها متظاهرين في فرنسا فقعد يلقص معهم بالعالم الفلسطيني على اغنية انا دمي فلسطيني. اه ده في فرنسا وده بيوريك تم مدى تعاطف اشعوب مع اه يعني القضية الفلسطينية او الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يقتل اه بدون سبب يعني هم اه ناس سعادية اه اعدى في بيوتها واحيانا في مخيمات لاجئين واحيانا بيقولونهم المكان ده امر رحوه كده ويتم ضرب الاماكن الامنة. الى اين يذهب الشعب الفلسطيني? وده اه الكل اللي بينادب كده? والولاد المتحدة تقول لك نحن منزعجون لكن اسرائيل لم تتخطى الخط الاحمر. متى تتخطى اسرائيل الخط الاحمر? اه هل بعد ما تنهي على الفلسطينيين كلهم? يعني. اه طبعا اه ماذا يحدث لو كان هذا من دولة عربية في قتل احد الدول اه كان العالم كله قام تحت البنت السابع. وانتو شفتوا اللي حصل في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي اماكن كثيرة اه زي ما انتم عارفين. طيب اللاعب في نون القتال المختلطة الامريكي جيف مونيسون بيقول لك اه اه لا يمكن ان يكون مواطنا في بلد يمول قرائم القتل ويزود الاسلحة لقتل الامرياء لذلك تخلى عن جلسياته الامريكية. اللاعب تخلى عن جلسياته وعلك اعتقد انه الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن كانت لديه فرصة لكنه داس عليها بسبب دعمه لإسرائيل وما يحدث في غزة ولقات خسر كل فرصة في اعادة انتخابه واكبر مجموعة دعم له ادارت ظهرها له. وعلى كان لها اصدقاء فيه طيب نسمع الفيديو ماذا قال. لقد اقترب 3 اخبار وانا اقترب اتبه في اوكرانيا ان اقترب جو من كان اقترب اي اوكراي انا بس اقترب مارا حد اقترب يامي. وعندما ارى ان انا بcando به اي اوكراي اي اع I can't be a citizen of a country that's supporting. not only supporting supplying the weapons that are killing my ما قالوا بقول فقدت أصدقاء في أوكرانيا ومش ممكن يكون يعني جزء من بلد بيموين حرب يعني مثل هذه ولا يرى أن هذه الحرب يعني كانت لتحرير أي بلد ولا شيء لكن دي حرب نكاية في روسيا ولإضعاف روسيا وحدث العكس وكان ضحية هذه الحرب الشعب الأوكراني الذي لا ناقله ولا جمل أكثر من تسعة مليون من الشعب الأوكراني تهجروا وأعداد كثيرة قتلوا يعني البلد الدمارية والاقتصاد الدمار وماذا جانت أوكرانيا من هذه الحرب إلا يعني أعتقد بعد ما سيبها جلينسكي تبقى لا دولة ويعني مثل يغزلافيا تفرقت على الدول الأوروبية قد تتفرق أوكرانيا بين روسيا وبولندا وبعض الدول ولنرى ماذا يحدث لتمنى الخير طبعا للجميع لا نتمنى أي شيء لأي أحد لأن الشعوب دي يعني لا نقلها ولا جمل في هذه الحرب يدفع الدفعا إلى هذه الحرب وحتى لما بيستسلموا روسيا بتعملهم على أنهم ليس لهم زنب وبتعملهم معاملة يعني كويسة أفاد نائب وزير الخارجية الروسي السرغي لبكو في اليوم بأن خطط الناتو العدوانية تجاه روسيا قد تضغط على الجدول الزمني لإنتاج موسك ونشرها المحتمل لصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ولبكو فأل الصحفيين لم نضيع الوقت وتم الإعلان عن الأعمال البحثية ذات الصلة ومجموعة من إجراءات لتحضير الإنشاء مثل هذه الأنظمة منذ سنوات عدة وقول لهم إحنا عارفين أن قضيات يوم ويعني يغضروا بروسيا ويقفوا ضدها زي ما حدث وبيزودوا أوكرانيا بكل أنواع الأسلحة ومش بس الأسلحة بالمرتضقة وبالجيوش من حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية والكلام ده كان على لسان الرئيس بوتين نفسه طيب أنصر الله بتالن إسقاط طائرة MQ9 أمريكية في مأرب اليمنية أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ9 9 أثناء تنفيذاء مهام عدوانية في محافظة مأرب اليمنية وذكر المتحدث باسم أنصار الله العميد يحيى سريع قال لك نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية فقر يومنا هذا في إسقاط طائرة MQ9 9 أثناء تنفيذاء مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب وأكد سريع أنه تمت عملية الاستيداف بصاروخ أرض جوه محلي الصنع وقال لك أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن عملية الإسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة البيضاء يعني بيقول لك إسقاط الطائرات طيب لقطات متداولة لبدء سوران بركان جديد في جنوب غرب إسلندا حيث تم إجلاء سكان المناطق القريبة مسبقا عرفوا أن فيه بركان نحن بنعرض هذا الفيديوهات ليه يعني يتعذ الناس أن ربنا عنده حل وهو يقدر يكون عادل لكل الأمور فيعني كل ظالم هيناء العقابه من ربنا بغرية أو بأخرى سواء هنا أو في الآخرة فربنا يسمى العادل سبحانه وتعالى ونتمنى أن يعوم السلام في كل العالم وتحياتي لكم اشتركوا في القناة نعصلكم كل جديد محادثكم غريب العديد تحياتي ترجمة نانسي قنقر